شوفوا شنو اول شي نزلت لكم هذا المسك ذاق اليوم قلت لكم الشي هذا ما قدر اتكلم عنه الحين ننطر ينزل بعدين نتكلم عنه والحين نزله بوتيكات بنات هذا الشي شوفوا اول شي لونه جنة ذهب صافي هذا مسك الذهب هذا المسك سلمكم الله ريح تتينن مسك حق الجسم طبعا ريح تتينن ولونه لون الذهب شوفوا جنة ذهب صافي طعو لونه خطير 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 وريح تتينن ريحة مسك ريحة نظافة ريحة باردة خطيرة تحطينا على جسمك مباشرة تحطينا تخلطينا مع كريم الجسم والدهنين في جسمك يعني لا اكثر من الاستخدام طبعا يصلح حق الكبار حق اليهال لانه مسك صافي فما منه مضرة كلش ريح تتينن ريحة المسك الباردة عرفتوا ريحة النظافة هذه ريحة المسك الحلوى ولونه خطير يعني فنتق قوي احس حق استقبال توزيعات ولادة توزيعات حجاج اللي الحين اللي قاعدة جهز حق استقبال حجاج تحطينا هذا كتوزيعات خيالي يعني اتوقع ما احد قدم شي تذي من قبل لونه خطير و ريحة تتيننن وحتى اصلا البيكيجينج متعوب عليه شوفو يهبل وايد ذرب وايد فخم فحسيت تذيه قوي جدا حق استقبالات الحجاج او حق استقبال ولادة او اي ان كان مهم كتوزيعات سعره 15 دينار موجود في البوتيك اللي احقوا عليك ابو الله يطير شوفو فخامة الغرشة الغرشة بروحتينن فخمة جدا ومن داخل شوفو خصوره لكم زجاج مو بلاستيك يعني حتى تفاصيل هذه مهتمين فيها شوفو شوفو هذا زجاج يلا بحط لكم رقمه في البوتيك وعليكم بألف عافية شوفو هذا المزك العجيب وصلني اليوم طبعا اول ما وصلني بطلتها خذت شور حطيته ونمت قمت من النوم حس ريحة وايد حلوة بشعري يعني انا حطيته بس اماكن النبط وصوف اذوني ريحة وايد حلوة ريحة فريش على مزك على بود وايد حلوة الريحة فذكرت اني حاطته خيال اقوى مزك جربته اللي تجربه تقول لي رايها هو وايد حلو وايد وايد يعني خلاص انضاف حق مفضلاتي وفي ذرها الذهب طبعا الحين بس خلاص اعتمدت لانه اول ما حطيته قلت خلينها جربة بس ان الريحة تشذي حلوة يعني فواحة بس مولي تسك كراس مسك باختصار ريحته مو طبيعية حطيه على اماكن النبط والحلو في انه يعطيك لمعة للجسم يعني الذهب اللي فيه يعطيك لمعة للجسم مو انه ذهب بس لا كأنك حاطه قلتر على جسمك رائع ريحته تموت باردة بشكل مو طبيعي ترى لمعته لما تنحط على الجسم مو لمعة لمعة زي ما قصدت غلتر غلتر لا شوفوها بسيطة لما يعني تفرقينها على جسمك ماتبان تصير بس كده يعني مو الوفر بس ريحته خيال والله العظيم مرة حبيتها مساء الخير اشلونكم اشخباركم حساكم طيبين اتوقع انا اخر واحدة وصلني مسك الذهب بس قلت خلية تكلم عنه احككم وشرح لكم انا اكثر هو مسك نازل من اتوال شنو مميزاته وايد ريحته حلوه شميته استخدمته بلاس انه مثلا لو تشوفون شوفو هل اقرب لكم شوية هذا شكله فيه ذهب فيه حبيبات لمعة شنو لما يسوي لما تحطونا على اماكن النبض خاصة انا ارجح انه عند الاذن على الرقبة يعطيكم شي لمعة خفيفة حلوه وريحته بلاس ريحته حلوه ومو دهني وايد مو ايلي وبنفس الوقت لمعة خفيفة ميزة المسك شنو يخلي اي عطر بارد يثبت بمعنى انا الحين عندي هذا المسك حطيت منه اي باي مسك ثاني مثلا اي عطر ثاني بارد هذا مسك عادي ارشي على نفس المكان اللي حطيت فيه المسك المركز راح يثبت عندي وراح يتم مدة طويلة وخصوصا بأماكن نبض اللي عند الرقبة ورا الاذن اي مكان فيه نبض اي مكان فيه نبض راح تساعد ان المسك يمسك اكثر العطر ويكون العطر اساسا فواح هذا المسك اليديد من اطوال راح يكون مفضلاتي وهم سهل استخدام اشتركوا في القناة